احتفلت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر باجتماعها الذي استعرض فيه نتائج عمل الجمعية في خدمة مرض الزهايمر وكونها الجمعية الوحيدة المسؤولة عن الرعاية والتطبيب والخدمات المكملة لمستحقها حيث كان الحفل بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز الرئيس الفخري للجمعية نقدر نشكر أعضائها والقائمين عليها مباشرة وهو جهد كبير جدا معلوم أن مرض الزهايمر لك في شره كان أولا يسمونه الناس الخرف ولكنه صار مرض معلوم والحمد لله أعتقد فيه نشاطات الجهود الطبية عالمية كل فترة يكتشفون شيء يخفف من هذا المرض ولعلهم يكتشفون شيء يوقف حدها أو يحسن فيه فالجمعية تساعد في هذا المجال بالإضافة للجهود الحكومية والجاة المسؤولة فهي جمعية خيرية تعاون الناس والأهالي وتفتح باب المشاركة الاجتماعية في النشاطات الطبية والمجهودات المشكورة مرض مزمن ليس له سبب إلا أن له عوامل تسمى بمرحلة الخطر أهمها التقدم في السن وقلة النشاط الجسدي وضعف النشاط الذهني والسمنة وارتفاع ضغط الدم مرض الزايمور هو مرض عصبي حلالي يؤدي إلى ضمور الخلايا العصبية الدماغية وبالتالي فقدان القدرة على الكثير من القدرات الإدراكية مثل التذكر والقدرة على التحدث وتخطيط المهام واختيار الكلمات وبالتالي تأثر وتدهور كثير من القدرات اليومية الوظيفية مثل القدرة على العناية بالنفس القدرة على القيام بالأمور البسيطة مثل الصلاة والأداء المهام المالية والتنقل من مكان لآخر اللي يحصل غالبا أنه كثير من العوائل يمكن ترفض فكرة الإصابة بالمرض وتحاول أن تتعامل مع المريض بشكل منطقي تام كما لو كان يملك قدراته الإدراكية السابقة وهذا يعني غير ممكن فبالتالي يحتاجون الكثير من الاسترخاء وتقبل فكرة أن الشخص الآن يحتاج التوجيه أو عناية أكثر مما أنه يحتاج معاملات الند بالند أو المعاملة مثل ما كانت في الأيام السابقة ما زالت الجهود العالمية من الأطباء والمختصين تبذل للحصول على علاج مرض الزهايمر أو على الأقل إيقافه محمد الأتيبي الإخبارية ريال ترجمة نانسي قنقر